السلام عليكم توبتن واحد من الفقرات اللي عندنا اللي لها شعبية كبيرة جداً وسوينا كثير حلقات عبر السنوات تقريباً خمسين أو أربع سنين والحين قررنا أنا نجيب لكم الموسم الأول من توبتن وفيه نجمع لكم الحلقات من أول حلقة إلى الحلقة توصل ثلاثين دقيقة للفيديو كله وهذا بيكون الموسم الأول يعني لا تخافون بيكون فيه موسم ثاني وثالث ورابع على حسب ما أنتم تبغون نجيب لكم في هذا الموضوع فبغير طالة خلونا نبدأ من موسم الأول من توبتن السلام عليكم اليوم رح أبدأ معكم سلسلة جديدة وخفيفة إن شاء الله تعجبكم وهي توبتن خلونا نشوف أكبر عشر ألعاب تكنسلت بي سي اللعبة كانت عبارة عن صراع للبقاء وبناء حضارة شعبك في عالم الدينصورات وكانت فيها فكرة مميزة لو جلست تصيع نوع معين من الحيوانات رح يأدي لانقراضة وهذا بيعنكس على العالم بأثر رجعي ويأدي لكوارث طبيعية اللعبة تكنسلت المطورين حسوا أنها بتكون ضخمة جدا وصعب أنها يطبقون كل أفكارها في لعبة واحدة 8 Days اللعبة اللي كان لكل يتوقع أنها رح تكون منافسة لسلسلة ألعاب Grand Theft Auto وهي من شركة سوني يوروب وكان المفروض يكون فيها قصتين متشابكتين ببعض ووقت زمني حقيقي وبطلين وثمان ولايات لكن سبب الغاهة بكل بساطة إنه ما كان فيها أي طور لعب أونلاين Starcraft Ghost شركة بلزارد كانت تنوي تورينا نظرة مقربة إلى عالم سلسلة Starcraft المشهورة عن طريق لعبة شوتر وتجسس اللي هي Ghost وما حد يعرف ليش تكنسلت اللعبة Final Fantasy Fortress Final Fantasy Fortress مو اسمها النهائي وكانت راح تكون أحداثة في عالم Final Fantasy 12 وتوجه اللعبة كان أكثر إلى سلسلة Dark Souls من Final Fantasy المعتادة بحيث أن القتال كان بيكون أكشن Mega Man Legends 3 اللعبة المنتظرة من الفانس حقينها من سلسلة Mega Man Legends واللي كانت تتوجه إلى جهاز 3DS وكان بيصير فيها لعب سريع أفضل مجزاء السابقة لكن للأسف تكنسلت اللعبة والسبب احتمال كبير يقول لأن Capcom ما شافت أي ربح في سلسلة ألعاب Mega Man وهذا أدى لأن KGNFوني مصمم الشخصية أن يترك Capcom Alan Wake 2 المطورين في رمدي صمموا نسخة أولية للعبة عشان يحاولون يدورون ناشرين يتبنونها لكن مايكروسوفت قالت لهم أنسوا Alan Wake 2 وركزوا على لعبة جديدة اللي هي Quantum Break وأكثر فكرة مميزة كانت بتكون في Alan Wake 2 هو إمكانية إعادة كتابة الأحداث والواقع لحولك عبر تجميع صفحات من الرواية لحل الغاز Batman Gotham by Gaslight القصة كانت مبنية على سلسلة كوميك قصيرة لباتمان وفيها يكون عايش في العصر الفكتوري والعدو الأساسي كان السفاح جاك ذريبر ومثل ما تشوفون أجوال لعبة مظلمة ولبس باتمان صار قريب من شارلك هومز للأسف شركة THQ ما قدرت تصل على حقوق العمل على لعبة باتمان وكان سلتها في النهاية Fable Legends وهي تعتبر آخر لعبة في سلسلة Fable العريقة وكانت بتكون على طريقة 4 ضد 1 مثل لعبة Evolve وفيها يكون لعب واحد يتحكم بالزعيم والأربع اللعبين الثانين يحلون يهزمونه وجيشه عن طريق استخدام شخصيات متنوعة لكل وحدة خاصية تميزها لكن للأسف مايكروسوفت قررت أنها تغلق الستيديو اللي هو Lion Hit وهذا أدى إلى إلغاء اللعبة Fallout Online وهي كانت بتصير لعبة MMO مبنية لعالم سلسلة ألعاب Fallout لكن الستيديو باثستة تركت Interplay وراح تشتغل على لعبة Fallout 3 وقتها وفي النهاية Interplay انطرت إلى أنها تكانسل اللعبة Silent Hills اللعبة اللي سوى الضجة علامية وفاجأت الجميع باتحاد هديو كوجيما مع مخرج الأفرام المشهور غوليرموت التورو وواحد من أبطال المسلسلة The Walking Dead نورمان ريتز وأطلقوا دموا لعبة مجهولة اسمها BT واللي في النهاية طلع أنها لعبة Silent Hill جديدة لكن للأسف تكانسل المشروع بسبب خلافات بين كوجيما و كونامي وأدى إلى خروجه وقراركونا بالابتعاد عن سوق الكونسل إيش رأيكم في الألعاب اللي اخترناها لكم وهل التوب 10 هذي نسبكم ولا لا حطوا أراءكم تحت وقلوا لنا هل في الألعاب نسيناها هل في الألعاب تعرفونا وما نعرفها شاركوا معنا وإذا عدلكم فيديو عطونا لايك وسبسكرايب حتى نشون فيديوهات رهيبة مثل كذا وأكثر كما أكم في هذه الشيحة وشك فيديو آخر على قناة ترو جيميك مع السلامة السلام عليكم ورحمة فيكم بحلقة جديدة من توب 10 عنواننا اليوم أغلى أسعار النسخة الخاصة للألعاب خلونا نبدأ رزونت ايفل 5 انفرسلي سبيشل پاكيج هذه نسخة نزلت فقط في اليابان بمناسبة مرور 5 أعوام على السلسلة وفيها أجزاء رزونت ايفل 1, 2, 3 وكود برونيكا وديمو لعبة ديفل مكراي أيام ما كانوا مزاوين نسوونها رزونت ايفل 4 ودي بي دي في مقاطع فيديو تضيف القصة الأصلية وقلم وميدالية وخاتم ودوك تاك وقرش فيه نقش اللعبة كل هذا موجود في شنطة فخمة فيها رقم سري بسعر 862 ريال يجي داخل علبة تحديد وفيها اللعبة ومحفظة فخمة وميدالية ومجسم السيارة مرسيدس بنس اس ال اس اي ام جي معرف السيارات بس هذه الموجودة ويو اس بي موجود فيه مقاطع عروض وصور للعبة وكتبين لشرح للعبة واحد من الكتب يكون صور ومعلومات سيارات والثاني كيف تصير احسن سواق في اللعبة وسعره 903 ريال سعودي كولف دوتي بلاك اوبس 2 كير باكيج اديشن هذه تيجي داخل علبة تحديد ضخمة فيها اللعبة والموسيقى وقرشين مزخرفين وخرائط داخل لعبة اضافية بس اهم شي تيجي معها طيارة او شبه طيارة شكلها من روحية خنقول تقدر الطيارة باستخدام جهاز تحكم وتكلف نسخة هذي 952 ريال سعودي اس كومبات اسولت هورايزن هليكوبتر اديشن طبعا من الاسم تيجي معاها قلم ميدالية واللعبة والموسيقى اوهم شي طيارة الهليكوبتر تقدر الطيارة باستخدام الريموت سعرها 978 ريال سعودي فانل فانسي 15 هذه طبعا على عنها امس اول يوم اتوقع وتيجي معاها دمية على شكل بطل نوكتس والبوم موسيقى وبلوراي للفيلم ومسلسل الانيمي القادم وعلبة حديث فيها اللعبة واشياء داخل اللعبة يعني مثلا اسلحة او سيارة اضافية وحاجة زي كده سعرها 1012 ريال سعودي ديرت ثري كين بلوك جيم كخنا ارسي كار بندل كذا اسمها والله ما قاعد يستهبل بكل بساطة نسخة هذي تيجي معاها اللعبة وسيارة تريمات كنترول الفاخمة وسعرها 1125 ريال سعودي رزنت ايفل رفليشنز ان فيلت اديشن بي اس اي اي واتش ست تيجي معاها لعبة 3 دي اس وتيجي معاها ساعة فخمة بتصميم الساعة اللي تلبسها جيل في اللعبة وسعرها 1620 ريال سعودي ان كنت تحسبون اللي قبل هذي كانت اشياء فيها حاجات غالية ترى ما شفته شي الحين بدين بالاخبال والله بال هذي نسخة من لعبة السيارات قردتو يجي معاها اللعبة خوضت السباق معتمدة وفخمة طبعا وملابس سباق كاملة واصلية مع قفزات وتكرمون جزمة وبلاي سيشن 3 الجهاز بس في شي نسي اه صح يجي معاها سيارة يجي معاها سيارة سباق وش ذا والله جنون سعرها فوق 700 الف ريال سعودي لا 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 مو بصاحين ذولي لعبة دايينغ لايت مو بصاحين ومين بيشتذي النسخة والشط حذي يقولك تيجي معاها يحطون خشتك في اللعبة نفسها ويصنعلك تمثال وحش طولك ويعلمونك كيف الطامر من بيوت الجيران والجدران ويعطونك 4 نسخ من اللعبة موقعة ونظرات رؤية ليلية وحفظات مقاس رجالي عسيس لما تقمط من الرؤية ليلية تخاف يعني وهذا وسمعتين سعر الواحد تقريبا ألف وشوي ورحلة بتحضر فيها حفلة خاصة مع خبير زومبيز ويبنون لك بيت مصفح للحماية من الزومبيز ذا كله بقيمة مليون واربعمية وسبعة واربعين لا اي اي اربعة وسبعين ريال معني ايش ايوه ايوه الحين جانا للتفجيق ما لش لسه طويلة شوي بحلق راه بسرعة طيران فضاء نسخ خمسة دس حقيقية عملية تجميل وجه واحد يشري للك غراض بقالة سبع ليالي في أكبر سويس برج العرب تجربة انقاذ رهيبة حقيقية تدريب يوم واحد كامل كعمل سري اسبوع وسبعين في فندق الجيفرزم في واشنطن طيران درجة اولى لدبي واشنطن سيارة لمبورغيني قلاردو سيارة هيودة بيروس مع تأمين سنة كاملة وسنة كاملة اشتراك في سباق سيارات ها ركزت في اللي قلته اصلا عادي ما احتاج تركزوش ما احتاج ما اتقد واحد فيكم بيدفع ثلاثة مليون وسبعمية وخمسين الف ريال عشان يقدر يشتري هذه من بيشتريها واصلا اللي عنده ذا المبلغ وما احتاج تسوي عملية تجميل جراحية لخشته حتى لو كان شين الفلوس بتخلي احلم ومهند اه يا ربي زبدة عورني قلبي معلش بروح اريح سووا لايك واشتركوا بالقناة عشان نصير نحبكم واكثر كام معكم في هذا الشيحة واجهكم مرة ثانية على قناة ترو قيمين مع السلامة السلام عليكم كثرة السلاسل في عالم العاب بالفيديو وصار يصدرك من كل واحدة اجزاء كثيرة لكن في بعض السلاس صدر لها اجزاء سيئة بعضها سيئة كلعبة والاخر سيئة بالنسبة لمعايير اللعبة نفسها اعيد التذكير لعبة تكون سيئة بالنسبة لمعايير اللعبة نفسها يعني مش لعبة سيئة كلعبة لعبة سيئة مقارنة بالسلسلة نفسها والحين خلونا نبدأ Ninja Gaiden 3 المشهور بالعاب Ninja Gaiden بدنا تعتبر واحدة من أصعب الألعاب على الإطلاق وبعد نجاح الجزء الثاني الكل توقع أن الجزء الثالث بيكون أحسن أو يمكن نفس المستوى لكن للأسف طلع أسوأ اللعب كان سهل جداً والكومبز ما صارت معقدة وتقدر تخلص اللعبة فعلياً بالضغط على زر واحد لأن الكمبز صار بشكل تلقائي وهذا خرب جو اللعبة والتحدي للهارد كورية اللي تعودوا عليه مع نجاح الجزئين اللي نزلوا على الجهاز الانتندو سيكستي فور وشراء مايكروسوفت المطور رير الناس كانوا ينتظرون جزء الثالث للعبة بشغف ولما أعلنوا عن نتس ان بولتز الكل تحمس لها وانباهروا من الرسوم لكن للأسف طريقة اللعب هي اللي قاتلت اللعبة صارت تعتمد انك تجمع قطع تشبه الليغو وتركبها بشكل عشوائي وتسوقها كسيارة يعني سافت بلاتفورم خربوها بالكامل مدرش كي نحس فيه صراحة هذا يعتبر اول مجهود ريبوت للسلسلة وكانت تتوجه توجه غير اللي تعودنا عليه لكن اللعبة نفسها كانت سيئة تحكم سيئة ومشاكل تقنية متفرقة وذكاء صناعي متخلف والقصة نفسها والشخصيات الجديدة صارت تمكروها باختصار اللعبة فشلت فشل ذريع لدرجة ان السيديو نفسها قفل بعد ما خلص اطلاق اللعبة العاب كراش كلها بعد الجزء الثالث ما اعتقد احتاج اشرح كثير هنا لان انا متأكد ان الكل يوافق ان العاب كراش كلها صارت سيئة او تعتبر سيئة بعد اصدار الجزء الثالث صارت حتى طريقة لعب جديدة مثل كراش باش او يكون التحكم سيئ اوضاف شخصيات كثيرة وطرق جديدة وتحولات غريبة يعني اللعبة كلها فقدت هويتها فكل جزء بعد جزء الثالث اعتبر سيئ لكن في جزء واحد هو اللي رهيب بعد جزء الثالث اللي هو كراش سي تي آر او كراش ريسينج ها شرايكم بس طاح قلبكم صاح حاسفتني بيقول عنها سيئة لا هي اللعبة الوحيدة اللي كانت ممتازة بعد كراش تري اما اللعب الباقية جدا سيئة ديفل ميكراي 2 هذه كانت الجزء المنتظر بعد نجاح الجزء الاول والكثير توقع نجاحه خصوصا بعد معلنوا ان اللعبة بتكون اكبر من الجزء الاول من المراحل اوضافوا حركات جديدة لدانتي وحطوا اشياء جديدة لطريقة اللعب لكن للأسف هذا واحد من اسباب فشلها لان المراحل كانت كبيرة بشكل كبير لدرجة في اماكن فاضية ما في شي تقدسوا فيها بس انها كبيرة يعني على الفاضي والتفاصيل المراحل نفسها كانت جدا قليلة عكس الجزء الاول هذا غير التحدي ودرجة الصعوبة قلت يعني اهم شي حتى ان شخصية دانتي نفسها تغيرت صار ما يهايط مثل ما كان يهايط من الجزء الاول صار يا انه يقول كلمة غبية ولا انه يسكت للأسف كانت اسوأ جزء سونيك 2006 طبعا اعتقد برضو ما احتاج اني اقول اي شي عن هذه اللعبة لان اللعبة هذه اشتهرت بشكل يخوف الانترنت انها تكون تقريبا من اسوأ الالعاب على الاطلاق في التاريخ تعتبر اسوأ جزء لعبة سونيك على الاطلاق ومو بس كده تعتبر واحدة من اسوأ العاب زي ما قلت لكم في التاريخ لانها مليانة اخطاء وفي اخطاء تقنية في شكل يخوف يعني انك تدخل مكان وتطيح فجأة من مكان شي ممنطقي وطبعا تعتبر غير طريق قابل اللعب وقصة جدا سيئة واضافوا علاقة حب بين قنف ذو انسانة يعني ابدا مساعد فيها واثر النقاط كثير عنها لعبة جدا سيئة وتعتبر اسود لعبة بتاريخ سيئة فاينل فانتاستي 13 وملحقات المنحطة يعني اتزال المتخلفة اللي بعد هذي بعد الحماسة زايد بانتظار اللعبة والعرض الرهيب اللي اعرضوا لنا تعرض الفانز لصدمة قوية جدا انه مكتشف ان العرض اللي كان المفروض يكون اكشن صار سي جي يعني مو بلعب ونظام القتال اللي اشتهرت في الععبة فانتاستي كلاسيكية تغير لدرجة ان اصبح جدا بسيط وتقد خلص لعبة كلها بضغطة زر بس ضغط زر واحد طوال وقت وخلاص تفوز على كل واحد طبعا هذي غير القصة اللي سكويرم صممها انها قصة رهيبة واصدروا اجزاء ثانية لها وقصة فرعية متخلفة يعني حتى الشخصية ما تنحب اللي هي شاسمها لايتنينغري ما حد يحبها اللعبة مكتر من هي سيئة في اليابان على طول من اول اسبوع بعد ما نشروها على طول قطوها في السوق العاب المستعملة قام يبعونها حتى ما احد كمل اللعبة اعتقد يعني او انه خلصوها مرة واحد قالوا وش اللعبة الاسبوع لدي قطوها او الله يسترق ايش بيكون كفر مانسي ففتين الجديدة ايش بتكون كل اجزاء سايلنت هيل بعد جزء الثالث مشكلة العاب سايلنت هيل انها بدت بنحدار بعد جزء الثالث لان عامل القصة ما صار مؤثر ونظام القتال صار جدا سيئ والتحكم احيانا لا يطاق بس يمكن اكتر سبب له انه بعد عن اصوله بانها اولا كانت تعرف بانها لعبة خوف نفسية وهذا الشي كان يميز سايلنت لعن العاب ثانية في السوفايفل الهرر مثلا رزينت ايفل لكن الاسف توجه الى الرعب الحسي مثلا و للأسف بعد ديمو بيتي قرر ان يرجع للتوجه النفسي مثلا الاجزاء الاولى صراحة كان جدا شي رهيب وممتع و الناس كثير عجبهم لكن ألغيت اللعبة للأسف انا قول موتوها فكونا بس رزينت ايفل سيكس رزينت ايفل فور كانت السبب الرئيسي لتوجه السلسلة الى الاكشن اكثر من الالغاس و انجحت نجاح باهر كاب كوم ظنت انها تقدر تسوي نفس الشي مع الجزء السادس السلسلة خاصة ان جزء الخامس ايضا نجاح جزئي ما كانت لعبة امتازة بس انها كانت لعبة جيدة لكن كاب كوم سوت حركة غبية انها اضافت شخصيات كثيرة للعبة و كل واحد لا قصة مختلفة ومستقلة ترعوا في النهاية هي كل قصة واحدة ايضا نجاح ايضا نجاح لحظة 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 قبل ما ترموني بسهامكم النارية و تسبوني في القومنت و مدري ايش اسمع اش بقول لكم انا وبعدين قلوا اللي تابون مثل غير سوليد فايف تعتبر من افضل العاب اللي حازت على جوائز كثيرة و طريقة لعبها جدا كانت ممتعة و رهيبة لكن بالنسبة للسلسلة نفسها ما تقارن بالاجزاء الثلاث الاساسية و حتى يمكن الرابع مشكلة اللعبة تكمن في طريقة اللعب نفسها اللعبة صارت عالم مفتوح وهذا معناه اضافه مهمات كثيرة متفرقة و طبيعي انه راح تكون فيه مهمات ما لها علاقة في اللعبة الاساسية عساسي غطون الفراغ اللي موجود وهذا يخلي هوية اللعبة نفسها تضيع والحماس يكون متقطع حنا متعودين نسلسلة العاب متل غير سوليد تكون عبارة عن لعب خطي و يكون حماس من اول الى اخرة من غير اي مهمات جانبية اتشت التركيز و حماس اللعب و طبعا ما ننسح ورات الكوديك الرهيبة اللي تعتبر اساس سرد احداث قصة العاب متل غير سوليد وهذه كانت اللي ستة اللي عندنا اتمنى تكون موافقين على اللي قلناها و اذا انتم معارضين اكتب المعارضة تحت وسبب معارضتكم لها كما كنفادشي حاجبكم فيديو اخر على قناة ترو جيميك مع السلامة السلام عليكم كيف حالكم يا رهيبين اليوم التبتن راح يكون عن افضل ضيوف شرف اللي مروا على العاب القتال وحط في بالكم على العاب القتال الكروس اوفر سيبرسماش وبلستيشن اولستار ما رح تخذ في الترتيب لان اغلب شخصياتها ضيوف من العاب ثانية والحين خلونا نبدأ اربيتر في كلر انستيكت اكون الناس اربيتر الان المشهور من سلسلة العاب هيلو ينضم الى لعبة كلر انستيكت المشهورة ويجب معها اصلحة كثيرة من لعبة هيلو سبون في سول كليبر 2 شخصية سبون شخصية سبون اشتهرت في الكوميكس ونزلها فيلم واحد اغلبكم شوفوه كوال ميجراث في سريتفايتر كروستيكن كوال ميجراث في سوال كاليبر 4 كلاود سترايف في إهريجايز بيبسي مان في فايتنج فيبر بيبسي مان مامي اتزيو ادتوري كريتوز في مورتال كومبات 9 حسن مكان لكريتوز مورتال كومبات 9 لأنه بعد ما فقع وجيه القوة في لعبة قد وار ثري جاء الحين لفقع وجيه شخصيات مرة القومبات ويعلمهم من الشنب وهو ما عنده شنب بالله شو تلك قوة الرجولة هذي لينك في سول كاليبر 2 شخصيات لينك من لعبة لجندة زلدة تأخذ المركز الاول في الترتيب السببين الاول ان انضبطوا شكله ويناسب جدا مع عصر اللعبة والسبب الثاني حركاته كانت ابداع وما خلو شي مو موجود في الالعاب اللي انزلت وقتها ما حطوه فيه فعلا كان حاجة رهيبة وهذا كانت التوب 10 لهذه الحلقة اذا عجبتكم عطونا لايك وشاركوا في القناة قولنا ايش رايكم وهل توافقونا او تخلفونا في ارائي تحت في الكومنتز واذا في شخصيات ثانية ما ندري عنها اذكروا تحت بعد كان معاكم فاد الشيحة مع السلامة هلا ترو جيمرز اليوم راح جيب لكم اضخم عوالم العاب الجيل الجديد خلونا نبدأ دايينج لايت هي عبارة عن لعبة صراع بقاء ضد جيش الزومبي في عالم كبير في شواطة وبيوت كثيرة وبنيات تقر تدخلها وحجمة تقريبا 3.1 كيلو متر مربع يعني مو بالحجم اللي تصورناه يمكن عشان طول وقت كعابي في اللعبة أساسين كريد سينديكت لعبة أساسين كريد في العصر فيكتوريا علمها حجمات 3.3 كيلو متر مربع بس مليان تفاصيل وكل منطقة بالخريطة تعطيك احساس مختلف وطبعا تعتبر واحدة من اكبر سلاسل أساسين كريد عشان كذا عطوك خطاف تتسلك فيه ولما تركب العربة تحس انك تسوك ساعات طويلة باتمان أركم لاينت مدينة غوثم كبيرة ايش كبرة تسألوني خلونا نقول 5.1 كيلو متر مربع ومليان التفاصيل اتوقع طاق سيار عشان العالم كبير ومليان مباني واشياء تكسرها توقعون كم يكلفني لو بشتري شقة على شارعين هناك يا سامج ليش طيب فول آوت 4 طبعا سلسلة لعبة فول آوت هي اللي ساعدت في وضع أساسيات العاب العالم المفتوح وبدعت فيه وفول آوت 4 حجم علمها 24 كيلو متر مربع والمصيبة انه ما في مونت او اي وسيلة موصلات تتنقل فيها غير النقطية تتنقل في التنقل السريع يعني ياتمشي كعابي او تعبر قرات ما في حال وسط متل غير صوليد فايد كوجيما ما كان يمزح لما كان يقول انه يسوي عالم مفتوح كبير لان حجم علمها 41 كيلو متر مربع وطبعا هذا مجموع المنطقتين افغانستان وافريقيا وكانت في بيرا صحراوية وما في بنايات كثيرة احلى شي ان يتركب سيارات او احسنة اشتنقل في هذا العالم الكبير The Witcher 3 Wild Hunt لعبة Witcher 3 اشتهرت بجمال عالمها وكثرت التفاصيل الرائعة فيها وطبعا عالم مثل هذا لازم يكون حجمة كبير وطبعا هو حجمة 134 كيلو متر مربع وحصان غيرالت روتش الرهيب يقطع المسافة هذي كلها المفوضة يقدم على اجازة لح حوالة بلشنا ذا نيد فور سبيت لعبة سباقات السيارات الجديدة كبير عالمها جدا 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 مكان يتوقع حجمها 255 كيلو متر مربع وطول الوقت تكون شوارع مظلمة او ممطرة مع العالم كبير بس تقدر تسوق في الشوارع يعني ما في بنين تقدر تدخلها ولا حاجة Mad Max للاسف ما نقدر نحسب كم حجم خريطة اللعبة لكن متوقع ان بحجم خريطة لعبة Just Cause 2 والمطورين صرح بانه لو تسوق سيارة طول الوقت فريق مستقيم ما راح ينتهي بس اغلب المواقع التفقوا انه اكبر من الالعاب السابقة وانا حطتها هنا عشان اوريكم Xenoblade Chronicles X لعبة ضخمة جدا جدا لدرجة انها علمها لازم تروح تستكشفها وتحفر في اثار عشان تقل تمشي في القصة وحجمها 642 كيلو متر مربع ايش واش دا واش دا المشوار ماين بيخلص هذا كله وطبع راح تاخذ منك وقت طويل عشان تقلت خلص كشي فيها والله اعينكم Just Cause 3 لعبة Just Cause 3 تاخذ المركز الاول بجدارة طبعا وبعطيك فرصة خمنون كم حجمها طيب يعني لعبة مثل هذه اللي تحتاج هلكوبتر وسيارات وسفل سريعة وحتى التحليق كم تقون حجمها انا اقول لكم حجم عالم Just Cause 3 وهو 1035 كيلو متر مربع يعني شي مهول ومليان تفاصيل وبنيات ومياط كثير تقدر تستكشفها يعني الله يعينك اللي بياخذها يقدم على جالزة مجد في الشغل عشان يلعب القيم غريبة ما تكلم هذا وهذه كانت عوالم الالعاب اللي جبناها لكم قولوا لنا ايش رايكم في الفيديو وهل في عوالم ثانية كبيرة تعرفونا غير الذكرات كان معاكم فهذا الشيحة مع السلامة اكبر عشر ميزانيات تطوير في تاريخ ألعاب الفيديو اللعبة الاولى على قائمتنا هي اللعبة اللي تسببت كما يقال بطرد المطور الشهير هديو كوجيما الجزء الخامس من متل جير سوليد امريكي في عملية التطوير طبعا كونامي من جد طفشت من كوجيما ومن كثر ما يطول في عملية التطوير وكيف استهلك ميزانية ضخمة بس على الاقل في النهاية حصلنا على لعبة عظيمة هذه اللعبة فكرتها غريبة اسمها ديفاينس هي اللعبة تحمل نفس اسم مسلسل تلفزيوني يعرض على قناة ساي فاي والفكرة كانت ان المسلسل بيعرض وبنفس الوقت الناس بيلعبون اللعبة تكلفة المشروع وصلت الى ثمانين مليون دولار ورغم ذلك اللعبة كانت سيئة الى حد كبير وحصلت على مجموعة تقييمات منخفضة جدا من النقاد لما صدرت في الاسواق Red Dead Redemption المطور روكستار مشهور جدا باستهلاك ميزانيات ضخمة لكن ايضا معروف بتطوير العاب من العيار الثقيل Red Dead Redemption تعتبر من افضل العاب العالم المفتوح وتقدم تجربة الغرب الامريكي بشكل ما شفنا لنظير من قبل طبعا كل شي بحقه لان اللعبة فعلا كلفت المطورين ما بين ثمانين الى مئة مليون دولار عشان يكملون المشروع في ناس اذا حطيت الفلوس بيدهم قدموا لك شي عظيم وفي ناس العكس تماما واحد هذه الامثلة هي لعبة Two Human من فريق Silicon Knights هاللعبة تخيلوا بدأت تطويرها كلعبة الجهاز PlayStation 1 وتأجلت سنين طويلة لما في الاخير صدرت على جهاز Xbox ورغم كلها سنين من التطوير والسنزاف مئة مليون من الميزانية اللعبة طلعت مخيبة جدا جدا اللعبة الشهيرة Grand Theft Auto اشتهرت منها من اضخم الالعاب والجزء الرابع تحديدا قدم قيمة انتاجية مذهلة طبعا كل شي كان بحقه لان فريق التطوير صرف عليها مئة مليون دولار عشان يحقق المنتج اللي كان يحلم فيه طبعا شتان ما بين كيف صرفوا هم المئة مليون حقتهم وكيف صرفوها اخويانا حقين Two Human ماكس بين سلسلة العاب تصويب رهيبة ظهرت على البي سي وبعد النجاح الكبير للجزء الثاني بدأ فريق التطوير يشتغل على الجزء الثالث بطموحات كبيرة طبعا عشان يحقق هذه الطموحات الفريق صرف ميزانية ضخمة قدرت بمية وخمسة مليون دولار اللي خلاها خامس اكبر مشروع تكلفة في التاريخ Grand Theft Auto 5 هذا الجزء يعتبر اكبر جزء مكلف في تاريخ سلسلة GTA واكبر مشروع في تاريخ الناشر والمطور للعبة هذا الجزء قدم اكبر خريطة وعالم وقدم ثلاث شخصيات رئيسية وقيمة انتاجية جبارة تقارن بالانتاجات السينمائية وكلف هالمشروع فريق التطوير مبلغ وصل الى 137 مليون دولار ثالث اكبر لعبة ميزانية في التاريخ هي Star Citizen وهذه اللعبة هي لعبة في الفضاء وتعتمد على القتال والاستكشاف وايضا فيها عدد لعبين ضخم جدا اللعبة هذي اللي ميزها انها جمعت جزء كبير من ميزانيتها عن طريق تمويل الجمهور المعروف بكراود فوندينج ووصل لحد الان ميزانية هذا المشروع الى 138 مليون دولار اللعبة التالية من المطور بانجي اللي اشتهر بسلسلة العاب هيلو واللي حققت نجاحات كبيرة بالتعاون مع مايكروسوفت لكن فريق قرر يشتغل على شي جديد وفصل ارتباطه من مايكروسوفت وصار يشتغل مع الناشر الكبير Activision Blizzard اللي يملك سلسلة Call of Duty طبعا مشروعهم الجديد كان لعبة تصويب من منظور الشخص الاول بنكهة MMO وكلفتهم املية تطوير اللعبة مبلغ يقدر ب140 مليون دولار كثاني اكثر مشروع تكلفة في تاريخ الالعاب اذا اكبر مشروع مكلف في تاريخ الالعاب الفيديو والكمبيوتر هو لعبة Star Wars The Old Republic ولا عجب ان اكثر مشاريع تكلفة هي العاب MMO لكن في المقابل يعتبر هالنوع من الالعاب من اكثرها جلبا للارباح بسبب نظام الاشتراك و الدفع داخل اللعبة واللي يستمر لسنين طويلة المشروع هذا طبعا كلف 200 مليون دولار واستقبل النقاد بشكل ممتاز و حقق عائدات كبيرة لفريق التطوير بايو وير و الناشر اي 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 شكرا لكم على المتابعة و لا تنسون يا شباب باللايك للفيديو والاشتراك في قناتنا اذا ما شركتو الان و انتظروا مننا فيديو جديد قريبا جدا اكثر عشر العاب باعت في التاريخ نيو سوبر ماريو برودر زوي وهذه اعتبر اول لعبة انعشت اسلوب ماريو القديم اللي هو اللي اسمه بالسايت سكرولين من ايام السوبر نتندو وباعت 29 مليون و 320 ألف نسخة ديابلو 3 ديابلو من اشهر العاب اللي كان فيها تطور اللعب التعاوني داخل الدنجنز وبعد اصدار الجزء الثاني في عام 2000 الناس بغد جزء جديد و لما نزل الجزء الثالث في 2012 الطبيعي ان الناس منتظرته فباع 30 مليون The Elder Scrolls 5 Skyrim ناس كثير و انا منهم عارف السلسلة عن دريق لعبة Oblivion لانزائة الاكس بوك سري سكستي والبيسين تري و طبعا لما السماء عند تجهد لها كلنا تحمسنا و شريناها و باع 30 مليون سوبر ماري برادرز بعد نجاح نسخة الوي اطلقت نتندو نسخة الدي اس و طبعا بعت كثير 30 مليون 790 ألف نسخة أو اذهب الى اطلقت نسخة الدي اس المدينة وي سبورت ريزورت بعد سعراتها في E3 تحمسوا الناس لها خصوصا انهم كانوا مصوتين من الجزء الأول و هذا الجزء صار أكبر من ناحة المحتوى و باع 32 مليون 200 الف نسخة تيترس هذه اللعبة نزلت مع جهاز الجيم بوي الأول اللي هو القديم أقدم جيم بوي في التاريخ و طبعا رقم مبيعات هي نفسها مبيعات الجهاز لأن اللعبة كانت تجمع الجهاز نفسها و باع 35 مليون ماريو كارت وي ماريو كارت سلسلة غنية عن التعريف و نسخة الوي كانت أول وحدة فيها أونلاين و بعد 6 مليون 380 ألف نسخة سوبر ماريو برادرز وهذه الأسطورة اللي أنقلت عالم الألعاب و نزلت في عام 1985 و كانت تجمع الجهاز نفسه اللي هو Nintendo Entertainment System أو المعروف بالعائلة و طبعا أرقام مبيعات نفسها أرقام مبيعات الجهاز نفسه و باعت 40 مليون و 240 ألف Grand Theft Auto 5 و يعتبر جسل الخامس في السلسلة العريقة و اللي حطوا فيه كل شيء و طور القصة كان رهيب و طور الأونلاين ناس كري يلعبونا إلى يومك و باع 70 مليون وي سبورتس وهي اللعبة اللي كانت تجمع كل جهاز وي معدل ياباني يعني أرقام مبيعاتها رح تكون مبيعات جهاز الوي خارج اليابان و باعت 82 مليون 780 ألف وهذه كانت أكثر عشر العاب باعت في التاريخ إذا عجلتكم الحلقة عطونا لايك و اشتركوا في القناة عشان تجيكم حلقات رخيبة مثل هذه كان معكم فاد الشيحة مع السلامة السلام عليكم معكم فاد الشيحة و معي اليوم ضيف جيم الرهيب اسمه أمرال حازمي و اليوم بقدم لكم توب 10 عن أكثر سلسلة ألعاب في أجزاء متعددة و حط ببالكم أننا راح نستثني الألعاب الرياضية و القتلية و الألعاب للغاز و السبقات و أجزة المحمول خلونا نبدأ و عندنا في المركز العاشر سلسلة Grand Theft Auto و هي تعد من أكثر ألعاب تأثيرا في عالم الألعاب و صدر لها 12 جزء و الأول كان في عام 1997 على جهاز بلاي ستيشن 1 و في المركز التاسع معنا ثلاث ألعاب اللي هي Call of Duty و ساسين كريد و سطورة زلدة و كل واحد من هذه السلاسل أصطر 13 جزء منهم و أقدمهم هي سطورة زلدة و كان أول جزء عام 1986 على جهاز نتندو أما بالنسبة ل Call of Duty فأول جزء صدر 2003 و ساسين كريد في عام 2007 و في المركز الثامن عندنا لعبة فعان الفانتسي تعتبر اللعبة التي أنقضت الشركة من الفلاس و صدر منها 15 جزء و أول جزء صدر في عام 1987 و كان على جهاز الـ NES أما في المركز السابع معنا سلسلة Tomb Raider الشهيرة و الجميلة بطبعها الخاص و أصدرت السلسلة 16 جزء و كان أغلب أجزاءها على البلاي ستيشن و أول جزء صدر في عام 1996 و كان على الجهاز بلاي ستيشن 1 و عندنا في المركز السادس سلسلة Castlevania و التي تعتبر أول لعبة منصات بطابع مرعب في جيليا و صدر منها 19 جزء و أول جزء لها في عام 1986 على جهاز الـ NES أما في المركز الخامس معنا سلسلة Resident Evil الشهيرة و هي طبعا معروفة برعبها و قصص الزومبي اللي فيها و وصدرت السلسلة على مر تاريخ 20 جزء و كان أولها و أشهرها Resident Evil 1 و كانت أول جزء في السلسلة و كان تاريخ صدرها في عام 1996 على جهاز بلاي ستيشن 1 في المركز الرابع عندنا سلسلة Mega Man سلسلة عريقة و غنية عن التعريف و تعتبر من أصعب الألعاب و نزل منها 21 جزء و أول جزء صدر في عام 1987 و كان على جهاز الـ NES و ثالث لعبة معنا و هنقول سلسلة و هي أيضا غنية عن التعريف سونيك و تعتبر حل سيقة ضد نتاندو و كان سبب صعود اسم سيقة للمنافسة و صدر منها 22 جزء و أول جزء صدر في عام 1991 على جهاز Sega Mega Drive أو Sega Genesis في أمريكا و عندنا في المركز الثاني سلسلة ماريو و التي تعتبر من أشهر السلاسل في عالم الألعاب و أيضا تعتبر السلسلة هي من أنقذت عالم الألعاب من الضياء و أصدرت السلسلة 31 جزء و كان أول جزء من السلسلة في عام 1985 و كانت سوبر ماريو بروز على جهاز الـ NES أما في المركز الأول معنا لعبة أو سلسلة مفاجئة تكون للبعض أو الكل أعطيكم أربع ثواني تفكرون فيها ها عرضت عشي اللعبة؟ سلسلة ليجو و لأنها أصدرت 33 جزء و بدت السلسلة كانت في عام 1997 و كانت أول جزء لها باسم ليجو آيلند و هذه كانت سلاسة الألعاب لها أجزاء متعددة قولوا لنا هل في ألعاب ثاني تعرفونها ما ذكرناها و دعمونا باللايك و اشتركوا بالقناة كان معكم فهد الشيحة و عمران الحاسمين مع السلامة موسيقى